اسم الدرس خاصيات الهواء الجزء الأول المحور الهواء المفاهيم الانضغاط الانتشار التمدد والتقلص الكتلة الهواء الساخن الهواء البارد المحتوى خاصيات الهواء الهدف أذكر خاصيات الهواء أتعهد مكتسباتي أقرأ ثم أجيب ألف استحمى أحمد وبقي برهة واقفا بباب غرفة الاستحمام شعر أحمد ببرودة بعد ذلك خرج وما إنهم بركوب دراجته الهوائية حتى تفطن إلى خلو العجلة الأمامية من الهواء فأخذ الدراجة وتوجه نحو صاحب ورشة إصلاح العجلات بالحي لما لم يغادر أحمد بيت الاستحمام مباشرة وجلس قليلا بالبواب الإجابة بقى أحمد برهة بالباب حتى يتجنب التعرض لمجرى هواء بارد وجسمه لا يزال ساخنا نتيجة الهواء الحار داخل بيت الاستحمام بماذا شعر أحمد؟ لماذا يا ترى؟ الإجابة شعر أحمد بالبرد يسري في جسمه شيئا فشيئا لأن الهواء في المنزل أبرد من الهواء داخل غرفة الاستحمام باء أذكر صواب أو خطأ الهواء ضروري لحياة الكائنات الحية الهواء غير ضروري للبذور المزروعة لا تتنفس الأحياء الضقيقة داخل التربة المحروثة الهواء ضروري لحياة الكائنات الحية صواب الهواء غير ضروري للبذور المزروعة خطأ لا تتنفس الأحياء الضقيقة داخل التربة المحروثة صواب ألاحظ ألاحظ وأتساءل أتذكر الظاهرة التي حيرت أحمد في الحمام وأصوغها في صورة مشكل كيف سيتمكن صاحب ورشة إصلاح العجلات من الكشف عن الثقب في الطوق المطاطي لدراجة أحمد؟ أفترض ما هي الافتراضات التي يمكن التحقق من صحتها بالنسبة إلى الظاهرة التي حيرت أحمد في الحمام؟ يشعر المستحمون الواقفون على الدكة بحرارة أشد مما يشعر بها الجالسون على أرضية الحمام تتصبب أجسام المستحمين الواقفين عرقاً لأنهم أقرب إلى سقف بيت سخون من المستحمين الجالسين تتصبب أجسام المستحمين الواقفين عرقاً لأن الهواء الساخن ارتفع إلى أعلى الإجابة الافتراضات التي يمكن التحقق من صحتها بالنسبة إلى الظاهرة التي حيرت أحمد في بيت الاستحمام هي يشعر المستحمون الواقفون بحرارة أشد مما يشعر بها الجالسون على الأرضية تتصبب أجسام المستحمين الواقفين عرقاً لأن الهواء الساخن ارتفع إلى أعلى باء ما هي الافتراضات التي نتحقق منها بخصوص الكشف عن الثقب في العجلة؟ تمرير الطوق قريباً من الوجه شم الهواء المنطلق من الثقب التأمل جيداً من الطوق وضع الطوق في إناء مملوء ماء الإجابة الافتراضات التي نتحقق منها بخصوص الكشف عن الثقب في العجلة هي تمرير الطوق قريباً من الوجه وضع الطوق في إناء مملوء ماء تمرير الطوق قريباً من الفتراضات التي نتحقق منها افتراضات الوصول الكشف عن الثقب في العجلة